في الفيديو ده هنوريكم ازاي تقدر تحتسب الكلمات بتاعة البحث بتاعك طبعا في الورد عندك بيظهر عندك عدد الكلمات اللي انت واخده في الجزء ده انت عندك في الملف بتاعك كم صفحة وكم كلمة على سبيل المثال هناخد القاعدة دي اي حاجة قبلها وبعدها مسافة بتعتبر كلمة هناخد على سبيل المثال عبارة اتق الله واقم صلاتك هبدأ اكتب العبارة ديت باكتر من شكل هنا هناخد العبارة ديت باكتر من شكل الشكل الاولاني هنحط اتق الله واقم صلاتك ديت هتعتبر اربع كلمات في العداد لاحظ ان احنا دلوقتي لو مسحناها الاعداد هنقص من 19 الى 15 زاد الاربع كلمات تانية اللي بقى ديت عبارة عن اربع كلمات كلمة تتقي كلمة الله كلمة واقم اعتبرها كلمة وصلاتك اعتبرها كلمة طيب انا هكتب نفس الكلمة وحط فيها فصلة هنلاحظ بقى ان العداد برضو زاد اربعة عن الرقم اللي كان موجود عليه طيب دلوقتي العدد بتاعي وصل ل 25 كلمة في الملف ده هاخد نفس الكلمة السابقة اتقل لفصلة واقم صلاتك وهحط هنا مسافة قبل الفصلة هتلاحظ بقى ان كلمات ديت من 29 هتزيد خمسة مش هتزيد اربعة فهنا تعامل مع الكلمات ديت بان اتقي كلمة الله كلمة الفصلة كلمة واقم كلمة وصلاتك كلمة فهنا تعامل مع ديت كخمس كلمات انتبه ممكن تحط مسافة كمان مع حروف العطف لو انا حطيت مسافة ما بين الواو واقم هتلاقي اعتبر لك ان ديت خمس كلمات والواو هي الكلمة السابقة لو احنا عايزين نجرب هنمسح الكلمة هتلاقي العداد بتاعي 38 بقى 32 لانه نقص الست كلمات طيب هنا علشان ما تعملش علامات وهمية راعي اسناء كتابتك علامة الترقيم وهتراعي حروف العطف وبانك ما تسيبش مسافة ما بين مثلا الحروف اللي زي الواو والكلمة اللي بعدها علامة الترقيم الزقف الكلمة اللي قبلها الواو الزقف الكلمة اللي بعدها علشان ما يحسب لكش العداد بتاعك الكلمات يدي لك الحساب بتاعك مضبوط وتنتبه للحالات بتاعك دي زي ما انتم ما شفتم هنا دلوقتي دي تتعامل معها كأربع كلمات لما حطينا الفصلة ولزقناها في لفظ الجلالة الله برضو تتعامل معاك أربع كلمات لما جينا وفصلنا لفظ الجلالة الله عن الفصلة اتعامل مع الفصلة اللي انها كلمة مستقلة فتعمل معها كخمس كلمات لما جينا هنا وحطينا مسافة كمان ما بين حرف العطف والفعل اللي بعدها لقينا بأنه هنا ادالك ست كلمات هنا مطلوب منك انك تنتبه للعداد بتاعك علشان ما تاخدش عداد بكلمات وهمية يعني كلمة المثال هنا هي تم التعامل معها ككلمة النقطتين دول مثلا على سبيل المثال ما تمش التعامل معهم ككلمة اعتبرهم بأنه كلهم جزء لا يتجزأ من اللفظ بتاع كلمة والنقطتين اللي بعدها ديت اجابة على عدد من الطلاب اللي هما سألوا ايه هو اللي بيتحسب كلمات وايه اللي ما بيتحسبش كلمات كده انت هتعرف تعد الكلمات بتاعتك كويس وتقدر انك تحدد ايه هي الكلمات بتاعتك كويس في جزء تاني انت ممكن تقدر تعمله ايه هو تقدر بقى انك تحدد مجموعة من الكلمات وهتلاقي هنا في العدد هيبدأ انه يوضح لك ان انت محدد كم كلمة على سبيل المثال انا عملت التقي فقال لي دي كلمة الله هتلاقي قالك كلمتين اقم هتلاقي عمل لك هنا ان انت محدد اربع كلمات من واحد واربعين كلمة طيب لو انا هاخد ديت هتلاقي بيقول لك انت حددت خمس كلمات زي ما احنا ما قلنا لو انت اخدت ديت وظللتها هتلاقي بيقول لك انت حددت ست كلمات من الواحد واربعين كلمة اللي انت كتبهم في النموذج هنا هتراعي اثناء كتابتك المسافات اللي انت بتسيبها قبل الفصلة او بعد الفصلة والمسافات اللي انت بتسيبها بعد حرف العطف المثلة اللي زي الواو لان ديت هتعتبر مسافات فممكن تضيع عليك عدد من الكلمات او انت تفتكر بانا كتبت عدد الكلمات المطلوب فانتبه لي الحاجات ديت اثناء كتابة البحث وتحرير البحث شكرا لحضراتكم ونتملكم جميعا كل التوفيق السلام عليكم وحضركم استاذ ياسر محمد نجيم من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنبدأ اننا نشوف ازاي تقدر تحسب عدد الكلمات وهنجاوب على السؤال بيتكرر باستمرار ايه هو اللي بيحتسب كلمة